السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معي في الفيديو الجديد اليوم على قناة سيمسيما في ارقا شانال. الفيديو اليوم تتم الجولة في مدينة مكناس بعدما رأينا بعض من الصور والحبس قارة. اليوم جاءنا الفيديو الثالث هو سريج السواني. 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 المولى إسماعيل كان باب المنصور مهم يعني صراحة مكناس تزخر بزاف دي المآتير التاريخية خصوصاً اللي دارت في العهد دي المولى إسماعيل لأن مكناس كانت العاصمة الإسماعيلية أنا داك ومولى إسماعيل هو الوحيد اللي كان خدم من مكناس كعاصمة من مغرب كيف تشاهدون معي هذا المنظر هذا يعني دي الحوت يعني من قرر الكاميرا يعني كي يكون فيه تالحوت نرجع للتاريخ دي هذا السريج هذا فسريج سواني يقع جنوب القصر الإسماعيلية يبلغ طول دياله 300 متر والعرب دياله 148 متر وبيعومق هي تعدى ثلاثة الأمطار وطبعا في العظمة المآتير التاريخية اللي خدموا الإسماعيل كيف تشاهدون معي في ديك جوج فيديوهات السابقين سواء دي الحبس قارة أو ديك العظمة اللي دي الباب الضخمة اللي مبين أربع لبيبان اللي راكينا في مكناس اللي دي الباب منصور فأي حاجة تندارت كتكون من دروسة وتندارت على واحد الغرض معين فسريج سواني تندار لباش تستغلوا المدينة كماء صالح للشرب وكان أيضا تستقبنوا البساتين في الأيام ديال الحرب وأيام الجافاف فيعني كانت تندار وأيضا في أيام السن كانوا ينزعوا وكانوا يمشوا فيها الفلايك وبنسبة لتسمية دياله فهو كيتم بسهريج أكدال ولكن تسمى أيضا بسهريج سواني جاتت تسمية دياله بسهريج سواني بالأعبار وكانت تسمى دياله بسهريج سواني والفائد دياله بسهريج سواني كانت تقطع مسافة كبيرة عبر المدينة عبر باب الرحا وقصبة بالريمان التي تصل إلى مقبرة ديال الباب السيبة وكتمر من بعد الساقية التي يحملها باب تلتفحول وهذا باب تلتفحول فهو من بين الأربع الأبواب الضخمة اللي كينا في المدينة ولي كيف قد لكم في الفيديو السابق يعني في الفوق ديال 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 الباب كيكون دوالي بمثل ما كي يدوز للمياه باش كتتسقى الحقول اللي كتكون يعني بعيدة فهذا سريج سواني ممكن يوصل مدياله تقريبا لمدينة كلها عبر ديال الدوالي واللي كتمر على الباب من بناد الأبواب هذي ديال باب تلتفحول وفي أيام السيل فهو كان متنسه يعني طبيعي يمشي فيه بالفلايك وده بحاليا فهو متنسه طبيعي مدينة كناس كتتخرج ليله انا جيت فضل وقتها دي كانت يعني دنيا شوية خوية باش ما نصورش الناس ودابا صفيقبتنا الطريق ان شاء الله المدينة فاس اللي بطريحة الحال ضروري دابا ندير لكم فيديوهات ديالهات نعرف بالمدينة بالمآتر مآتر التاريخية الكبيرة اللي كتسخر بيها وإلى الملتقى ان شاء الله نخليكم مع الفيديو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وهنا فين لهاتي السلام ha podcasts وهنا فين وصلنا نا الحمدولي الله بسلام للمدينة دياله اللي tip Essentially اشتركوا فيديونا المنظمة إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية وما تنساوش يعني لاجبكم فيديو تبخلوش عليها باللايك والاشتراك وفعلوا جرس بشي وصلكم دي ما الجديد ديالي وإلى اللقاء وكذلك تعال يا قاس قبل وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله وحنا وصلت لندينة ديالفاس يعني الباب وجلود وإن شاء الله نتمنى الفيديو يكون راق لكم واللي يعجبوه ما تنساوش تضغط على زل اشتراك وفعل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد وتخليوا لي لايك وتعليق زوين إذا أعجبكم الفيديو بطبيعة الحال وإلى الملتقى في فيديو قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر